السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزاء التلاميذ عزيزات التلميذات أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا اليوم سنتعرف على درس في مكون القراءة الحصة الثالثة والرابعة الأسبوع الثالث من مجال الغابة المستوى الرابع ابتدائي وموضوع درسنا سيكون تحت عنوان قصة شجرتين من إعداد وتقديم الأستاذة كريمة ودائما وكما تعودنا أعزائي قبل أن نشرع في درسنا لا بد أن نعرج على الأهداف التي ينبغي تحقيقها في آخر الحصة وهي كالتالي أن تقرأ عزيزي المتعلم النص بطلاقة وأن تفهم المعاني الصريحة والضمنية للنص أن تفحص توقعاتك وتناقشها أن تلخص النص بأسلوبك الخاص وأن تبدي رأيك في المقرؤ وقبل أن نخوض في درسنا لا بد أن نذكر بالتوقعات التي طرحناها في أول حصة من حصص هذا الدرس وهي كالتالي توقعنا في أول حصة أن النص قد يتحدث عن شجرة تحاور صديقتها وتسألها عن سبب فقدان أوراقها وتوقعنا كذلك بأن النص قد يتحدث عن غرس شجرة جديدة في الحديقة وتوقعنا أيضا أن النص قد يتحدث عن سعادة الشجرتين بتواجدهما في الحديقة وآخر توقع توقعناه وهو أن يتحدث النص عن قصة شجرتين إحداهما مكسوة بالأوراق والأخرى عارية إذن أعزائي هذه التوقعات التي كنا قد حددناها في أول حصة من حصص هذا الدرس سنعود للتحقق منها في نهاية حصتنا لنعرف مدى صحتها وملاءمتها لأحداث النص ومدى خطائها الآن سنمر لإعادة قراءة النص من جديد ثم ننتقل بعدها لحل التمارين المرافقة له لهذا أدعوكم أعزائي أن تفتحوا كتبكم وتأخذ الصفحة 172-173 وتتابع معي قراءة هذا النص قصة شجرتين اعتنى سالم بالفناء الأمامي لمنزله رتب الورد على جنباته وترك الفناء الخلفية لزراعة الأشجار فغرص شجيرة الصفرجل نمت الغرسة ألفت المكان وأحبت لكنها تمنت أن تجاورها أشجار أخرى كانت في كل يوم تبحث بين الحشائش لعل بذرة تتحول إلى شجرة صغيرة تمضي الوقت معها لكن هذا لم يحدث في صباح خريفي استيقضت شجرة الصفرجل على هدير محرك شاحنة فإذا بها ترى عمالا ينزلون شجرة حفروا لها حفرة عميقة ثم وضعوها فيها حتى استقرت واقفة حينها فركت الصفرجل حفرة عينيها ووقفت قائلة شجرة كبيرة إنه ليوم سعدي بدأت تتأملها وقلبها يخفق فرحا ثم سألتها ما اسمك أيتها الجميلة؟ أجابت الشجرة الجديدة أنا شجرة السر رحبت الصفرجلة بها وسألتها هل أعجبك المكان؟ أجابت بدون تردد لا لم يعجبني ثم استدارت نحو الصفرجلة وقالت وأنت ما اسمك؟ أجابت اسمي شجرة الصفرجل تعجبت شجرة الصرو من حال جارتها قائلة أغسانك عارية أين ذهبت أوراقك؟ ردت مستغربة ألا تعلمين أن أوراق تسقط في الخريف؟ أجابت الصروة صاخرة يا مسكينة أغشى أن تتجمد أطرافك قبل حلول الربيع ومجيء الدف بعد كل غيث كانت الصروة تقول للصفرجلة انظري كم تصبح أوراق فاتنة عندما تتشبع بقطرات الماء أما الصفرجلة فكانت تنفض الماء عن أغصانها العارية وتبتسم بلط كانت الصروة كثيرة الكلام تتحدث باستمرار عن مسكنها القديم في بوابة إحدى المزارع وإعجاب المارة بها أما الصفرجلة فكانت قليلة الكلام تحب مراقبة حبات المطر في يوم ربيعي استيقدت الصروة فرأت بثورا صغيرة قد ملأت أغصان السفرجلة فصاحت صاخرة انظري إلى أغصانك ما هذه البثور لكن السفرجلة كانت تراقب بثورها بصمت واطمئنان حتى تفتقت وخرجت منها براعم صغيرة ذهلت الصروة حين رأتها فصمتت أياما وهي تشاهد البراعم تتحول إلى ظهور ثم إلى ثمار أعزائي بعدما انتهيت من قراءة النص حاولوا بدوركم أن تقرؤوه مرة ومرتين وثلاث حتى تتمكنوا من قراءته قراءة جيدة وسلسة بدون أخطاء والآن سنحاول أن نتذكر فكرة النص الأساسية قلنا بأن هذا النص يتحدث عن الحوار الذي دار بين شجرة الصفرجل وشجرة السرو واستهزاء هذه الأخيرة من شكل الصفرجلة العار من الأوراق لتتفاجأ في النهاية بحلتها الخضراء وتكاتف أوراق أغصانها في فصل الربيع بعد التذكير بالفكرة الأساسية للنص سننتقل الآن للإجابة عن أسئلة الفهم والتحليل والتركيب والتقويم فاخذوا الآن أعزائي دفاتركم الخاصة بالدراسة عن بعد وحاولوا بدوركم أن تجيبوا عن هذه الأسئلة بعد ذلك تحققوا من صحة إجاباتكم من خطائها عندما ننتهي من الإجابة عنها إذن السؤال الرابع يقول أذكر ما تمنته الصفرجلة في بداية النص عندما قرأنا أعزاء النص تبين لنا بأن الصفرجلة تمنت أن تجاورها أشجار أخرى السؤال الخامس أملأ الجدول بما يناسب من النص إذن عندنا جدول ينقسم إلى ثلاث خانات الخانة الأولى سنستخرج من النص مكان الأحداث والخانة الثانية سنملأها بزمان الأحداث والخانة الثالثة خاصة بطرفي الحوار عندما قرأنا النص اتضح لنا أن مكان الأحداث ضارة في الفناء الأمامي لمنزل سالم أما زمان الأحداث فوقعت في فصل الخريف وفي فصل الربيع أما الحوار فضار بين شجرة الصفرجل وشجرة السرو السؤال السادس أبين سبب عدم إعجاب شجرة السرو بالمكان إذن لم تعجب شجرة السرو بالمكان لأنها كانت تحب مكانها القديم في بوابة إحدى المزارع وإعجاب المارة بها إذن هذا هو السبب الذي جعل شجرة السرو لم يعجبها المكان الجديد لأنها كانت تحن لمكانها القديم فهي كانت تتلقى مجموعة من الإطراءات من قبل المارة حيث كانوا يفتنون بشكلها الجميل وبكتافة أوراقها السؤال السابع أذكر الملاحظة التي أثارت انتباه شجرة السرو في البداية وهي تشاهد شجرة السفرجل إذن قلنا بأن الملاحظة التي أثارت انتباه السروة هي رؤيتها لشجرة السفرجل وهي عارية الأغصان حينها عبرت عن ذلك قائلة أغصانك عارية أين ذهبت أوراقك؟ فيما يخص الإجابة عن أسئلة التحليل فهي كالتالي السؤال الثامن يقول استخرج من المص ما يدل على إعجاب شجرة السرو بنفسها إذن كانت السروة تقول للسفرجل بعد كل غيث انظري كم تصبح أوراق فاتنة عندما تتشبع بقطرات الماء من هنا يتضح لنا بأن السروة كانت معجبة بنفسها وكانت مغرورة فكانت دائما تتباهى بجمال شكلها وبأوراقها الفاتنة السؤال التاسع استخرج من النص ما يدل على توضع شجرة السفرجل إذن انطلاقا من النص ما يدل على توضع شجرة السفرجل أنها كانت تراقب بثورها بصمت واطمئنان حتى تفتقت وخرجت منها براعم صغيرة السؤال العاشر أوضح كيف تعاملت السفرجل مع صخرية شجرة السرو إذن تعاملت شجرة السفرجل مع شجرة السرو بحكمة وذكاء حيث أبانت على توضعها وثقتها بنفسها ولم تكترت لسخريتها ومباهاتها بنفسها إذن هنا نرى بأن شجرة السفرجل كانت معاملتها معاملة حكيمة وذكية لأنها لم تكترت لسخرية السروة ومباهاتها بنفسها إذن فحاولت بكل ثقة أن تصمت وأن تراقب بثورها حتى تفتقت وخرجت منها براعم صغيرة التي تحولت إلى ظهور ثم إلى ثمار سننتقل الآن للإجابة عن أسئلة أركب وأقويم السؤال الحادي عشر يقول ألخص النص شفهيا إذن أعزائي عندما تقرؤون هذا النص قراءة جيدة ومتأنية حاولوا أن تلخصوه شفهيا بأسلوبكم الخاص هنا سأعطيكم نموذجا لتلخيص النص في يوم من الأيام كانت تعيش شجرة سفرجل وحيدة في فناء خلفي لمنزل تمنت أن تجاورها شجرة أخرى وذات صباح خريفي تحققت أمنيتها حيث غرز العمال شجرة السرو بجوارها فشعرت بالسعادة والفرح لأنها لم تعد وحيدة لكن سرعان ما بدأت شجرة السرو المغرورة بأوراقها الفاتنة تصخر من شكل جارتها السفرجلة لأنها كانت عارية الأخصان لكن هذه الأخيرة لم تكثرت لها وبقيت السروة تتباهى بنفسها وبإعجاب الناس لها وعندما حل فصل الربيع بدأت بثور السفرجلة التي ظهرت على أخصانها تتفتق لتتحول إلى براعمة ثم إلى أزهار ثم إلى ثمار والسروة تشاهد تحولها في ذهول وصمت السؤال الثاني عشر لكل من الشجرتين موقف خاص أحددهما وأبدي رأي فيهما إذن سنرى الموقف الأول وهو موقف شجرة السفرجل كانت متواضعة وحليمة ووافقة من نفسها وسعيدة بما هي عليه الموقف الثاني هو خاص بشجرة السرو كانت هذه الشجرة مغرورة ومعجبة بنفسها ويعجبها الصخرية من الآخرين السؤال الأخير يقول أبحث مع زميلاتي وزملائي عن فوائد شجرة السفرجل إذن من فوائد شجرة السفرجل تخفيف حرقة المعدة مفيد للجهاز العظمي يخفف من الالتهابات يحارب فقر الدم يزود الجسم بالطاقة وأيضا يقضي على الإمساك والإسهال إذن كانت هذه هي فوائد شجرة السفرجل وهناك فوائد أخرى لأن هذه الثمرة لها عدة فوائد لا تعد ولا تحصى إذن بهذا أعزائي نكون قد انتهينا من الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس إذن أعزائي وصلنا إلى مرحلة فحص التوقعات إذن سنتأكد من مدى صحة التوقعات التي افترضناها في أول حصة ومدى خطأها إذن التوقع الأول شجرة تحاور صديقتها وتسألها عن سبب فقدان أوراقها فهذا التوقع كما لحظنا أعزائي بأنه ملائم لأحداث النص لأن شجرة السروي سألت جارتها الصفرجل عن سبب فقدان أوراقها التوقع الثاني غرص شجرة جديدة في الحديقة أيضا هذا التوقع ملائم لأحداث النص كما رأينا بأن العمال غرصوا شجرة جديدة وهي شجرة السروي في الفناء الخلفي جوار شجرة الصفرجل التوقع الثالث سعادة الشجرتين بتواجدهما في الحديقة إذن هذا التوقع كما نرى بأنه غير ملائم لأحداث النص وبالتالي فهو توقع خاطئ لماذا؟ لأن شجرة الصفرجل كانت سعيدة بتواجدها في الفناء الخلفي لمنزل سالم وكانت تشعر بالوحدة ولكن شجرة السروي لم تكن سعيدة بانتقالها إلى هذا المكان إذن هذا التوقع كما قلنا هو خاطئ التوقع الأخير قصة شجرتين إحداهما مكسوة بالأوراق والأخرى عارية فعلا هذا ما رأيناه في أحداث النص وهو توقع صحيح كذلك وبهذا أعزائي نكون قد انتهينا من تقديم حصتنا لهذا اليوم فأقول لكم إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر رحوظي لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة